من زمان جداً من أيام يمكن الفرعنة من أيام الرومان ونظرة الحكام اللي بيحكموا مصر شايفينها ببساطة إنها نهيبة وطبعاً الكلام اللي أنا بقوله ده عايز دليل عليه أبسط دليل هقوله لك الفلسفة اللي قالها إسماعيل مفاتش أنت هتسألني وانت قاعد دلوقتي مين هو إسماعيل مفاتش أنا أقولك ببساطة وأنا هنا يا علي إسماعيل مفاتش ده هو أخو الخديوي في الرضاعة خديوي إسماعيل وهو اللي حلب مصر كلها ووصلها لمرحلة الإفلاس لصالح الخديوي إسماعيل إسماعيل مفاتش كان له رأي في مصر هذا الرأي هو الدستور والمنهج اللي ماشي عليه كل الأنظمة لحد الوقت حضراتي السادة اسمحوا لي أوريكو دلوقتي وجهت نظر إسماعيل مفاتش في مصر بعد ما حلبها ضرائب وهو الدستور اللي مشت عليه كل الأنظمة هارجع لكتاب نوبار باشا مذكرات نوبار باشا طبع الدار الشروع في صفحة 569 نشوف إسماعيل مفاتش بيقوله كده نشوف كده آدي صفحة 569 تحت آخر سطر خالص كان إسماعيل مفاتش يقول أن مصر عبارة عن جوال دقيق شوال دقيق حتى إذا فرغ يمكن بضرب الجوال استخلاص المزيد منه دائما مصر من وجهة نظر إسماعيل مفاتش عاملة زي شوال الدقيق لو فضيت كل الشوال تقعد تضرب عليه كده عشان تنزل باقي يمكن بضرب حتى إذا فرغ يمكن بضرب الجوال استخلاص المزيد منه دائما اللي لدي يا حضرات هتشوفوا أن ده دستور مشوا عليه كل الأنظمة أعصر المصريين واضرب عليهم زي شوال اللي دي هينزلوا لك حكايتنا اللي لدي عن الضرايب أو الإتاوة أو الفردة لها أسماء كتير قوي أو المكوس زي برضو الرسم والخراج واللي بيقول المؤرخين إنها بدأت من عصر فرعنة بنفس النظام ده بنفس مقولة سماعيل مفاتش وبتعتبر مصر أول بلد في التاريخ فرد الضرايب على شعبه أول بلد لكن في العصر حديث كانت البداية المنتظمة لاستنزاف المصريين بالضرايب هو عصر محمد علي اللي المصريين جابوا أصلا جابوا محمد علي احتجاجا على ضرايب خرشة باشا ده محمد علي لما المصريين يحتاجوا على خرشة باشا جابوا الأخ ده ما كنوش يعرفون ده لقيم تعلب عجوز لما جات تعلب العجوز كان فاهم سبب غضب وثورة المصريين على الضرايب فكان ما بيفردش ضريبة إلا لما يستشير العلماء وفي مقدمتهم العالم الجليل ابن أسيوت عمر مكرم كان لازم يستشير الراجل ده ويقول له هل الضريبة دي موافقة للشرع والحاجات ده في الأول لحد ما لقى أن عمر مكرم شوكى في طريق حكم الفردي شوكى في طريق نهبه للمصريين لحد ما لقى لقى عمر مكرم ده مشكلة فأطاح بي ونفاه وبدأ بفرض الضرايب تافتة ومستمر على الأطيان الأراضي كلها وبعدين بسبب عدد تجنيد عدد كبير من الفلاحين في حروب مصر على قلة الغلة وحصلة الضرايب فألزم القرى الغنية أنها تدفع نصيب للقرى اللي مش قادرة القرى لما تدفعش درايب اللي مش قادرة القرى اللي جنبها اللي أغنى منها تدفع الدرايب عنها فأصاب الفقر جميع قرى مصر وبعدين رأى عمل بقى حاجة غريبة جدا قسم أراضي مصر على الأعيان بنظام العهدة اللي بيلم الدرايب من الناس ويوردها لمحمد علي ولو الفلاحين ما دفعوش كان محمد علي ياخدها من الأعيان نفسهم كان بيجلد الأعيان بيجلدهم وهكيلكوا حكاية زي يدي بكرة عن جلد الأعيان اللي ما جمعوش درايب كويس فضل ولاد محمد علي يطوره من عملية استنزاف المصريين في الدرايب لحد ما جبأ المعالم الكبير الخديوي اسماعيل بتاع الديون والأسور الرئاسية والملازات والحفلات وده اللي مشهور عنه إنما الحقيقة اللي لافعت نظرنا إنك لما تقرأ القصة دي أو الوقت ده وتشوفوا التشابه الرهيب بينه وبين اللي بيحصل دلوقتي مع الخديوي السيسي هنعرف إن الموضوع ما كانش ديونه بس إنما كان الوجه الآخر لها كانت الدرايب الدرايب اللي فرضها الخديوي اسماعيل على المصريين والخديوي اسماعيل أبدع فيها واخترعها ومشي بنظرية اسماعيل المفتش في صفحة 569 في كتاب نبار المصريين زي شوال الدقيق إذا فرغتوا كله اضرب عليه حينزل كمان في الصفحة دي حضرات ده المنهج اللي مشي عليه الخديوي اسماعيل إن مصر عبارة عن جوال دقيق إذا فرغ يمكن بدرب الجوال استخلاص المزيد منه يعمل إيه بقى؟ فرض درايب على كل حاجة ولما خلص على المصريين فرض درايب على الجواز وعى الموت فرض درايب على الأملاك وسمها الويركو وعشرات أنواع الدرايب الاستفزائي على المصريين زي ما بيقول كتاب الدكتور نبيل التوخي في كتابه طواقف الحرف في مدينة القاهرة أدي صورة الكتاب عشان ما تقوليش جبت الكلامنا منين هو الشعب واحد طواقف الحرف في مدينة القاهرة الراجل ده الدكتور نبيل السيد التوخي بيكلم عن قصة الدرايب الاستفزازية اللي فرضها الخديوي اسماعيل على الشعب أبرزها أو كان أبرزها درايب عجيبة جدا جدا أبرزها أبرز الدرايب دي يا حضرات اللي هتشوفوها دلوقتي ضريبة الزواج والموت وبيحكي قصة أنهم وقفوا جنازة ميت ناس راحت تتفنوا فوقفوا الجنازة ومنعوهم من الدفن حتى يتم فرض ضريبة وفي ضريبة الويكر أو ضريبة الأملاك هذه يا حضراته قصة في مصر اليوم ضرائب استفزازية فرضها الخديوي اسماعيل على الشعب ضريبة الزواج والموت في أغسطس 2015 ما كونيش يعرف أنهم احنا داخلين على السوداني قال لك بقى ولما صعد الحكم زادت طينة بلة وفرض مزيد من الضرائب للوفاء بالديون الخارجية التي أثقل بها كاه البلاد كانت تفرض الضرائب على المصرين بلا ضوابط وبلا موعيد ولم تكن قيمتها محددة ولا موعيدها وركز السلطة في أعمال الجباية والسطو المقنن على البسطاء من العوام دون ميسور الحال وأبناء الطبقات العليا فلم تترك حرة فيه ولا صانع ولا فلاح إلا وألزمته دفع الضرائب وتربست بالتجار أيضا ورحت تقطع عليهم الطرق وتنصب لهم الكمائن فزاد عناءهم وقضوا لياليهم يهلوسون بأسماء كل ضريبة وهم نيام الدخولية الوكر فرضة الرؤوس العوايد وغيرها مما لا يحصل وفرض ضريبة جديدة على الزواج فلا يستطيع الرجل اسمع وركز فلا يستطيع الرجل أن ينهي إجراءات زواجه إلا بدافعها عمل صندوق يعني للجواز واستحدث ضريبة أخرى على الأموات حتى يتم دفنهم قدرت بخمسة خزار خمسة ساعة وتعريفة وصرت على النساء والرجال والأطفال ويصف الدكتور نبيل التوخي في كتابه الضرائب بالاستفزازية وفي التعامل مع الصين فيقول أنه شاهد القواصين وجوبات الضرائب يعترضون سير جنازة في إحدى الشوارع ثم تقدم كبير القواصين وأمر بإنزال النعش عن أكتاف المشيعين حتى تدفع الضريبة التي كانت مستحقة على الميت فصاح المشيعون أن لعنة الله على الخذوة في كل كتاب وأخيرا دفعت الشام أحد المشيعين فأعطاهم الضريبة ده حضرات يعني الرجل كان عامل ضريبة على الجواز كان عامل صندوق مش ضريبة ما تفهمهاش غلط ده صندوق بتاع الجواز وسندوق بتاع الموتى ده عمل ضريبة رجل على الحمير والأرود أو الله زي بيقول نبار باشا في مذكراته وقادي صورة المذكرات دي بيقول أنه فرض ضريبة على الحمير والأرود تخيل وقعدوا في الجلسة وهم بيناقشوا الضريبة دي ما كانوش عارفين يحسبوا الأرد لو الأرد الوحده يعني خناءة كبيرة يحسبوا الأرد ضريبة الوحده طب لو الأرد ركب على الحمار هم الاثنين يدفعوا ضريبة واحدة ولا أه متخيل ولا كل حيوان ضريبة الأرد ضريبة حتى لو ركبوا على بعض آه واتفقوا أن الأرد ضريبة والحمار ضريبة حتى لو دخلوا على بعض آدي المرجع مذكرات نبار باشا بيكلم على الخناءة دي وتم تحديد ضريبة تدفع عن الأشخاص والبهام حتى القرود التي على ظهر الحمر الوحشية والدبابة كانت موضوع مباحثات طويلة وشاقة حيث تم بحث ما إذا كانت القرود الراكبة على ظهر الحمر الوحشية يجب دفع الضريبة عنها باعتبارها تمثل جزء من الحمر أم يتم حساب الضريبة عليها منفصلة ثم تم أغذر أصوات والاختراحات ولا داعي لنقول أنه من أجل فصل القرد عن الحمار كان يجب أن يدفع كله بين هم رسوم المقررة اخترعوا ضريبة تانية على المراكب كان فيه ثلاث كباري بيفصلوا النيل جايين من الدلتك إلى ثلاث كباري وربعة الثلاث كباري دي بتتفتح في ساعة معينة في يوم معين أو في اليوم بتتفتح ساعة ونص وعشان يفتحوا الكباري دي كان لازم يبقى فيه أربع موظفين موجودين يفتحوا الكباري ويقفلوا عشان المركب يعدي وزمان كانت البضايع مفيش عربية نقل والجمال مش تعرف تدقل البضايع كتيرة فكان النقل بيتم عن طريق الصنادر بتاعت النيل والمراكب العالية مركب ومشروع عالي فكانت النهاية المركب تيجي عندك كبري وتستنى شوية لحد ما يفتح فيه ساعة محددة بالنهار ساعة ونص أول ما يفتح إذا رايحين وجييني عنده قالك فيه أربع موظفين لكل كبري والمراكب هتعدي نعمل إيه فقالك الحل بقى ما عندناش غير حل واحد بقى إن إحنا ندفعهم ضريبة عن كل أردب إسماعيل قرر إنه يدفع لكل أردب إرش عن كل أردب إرش عن كل أردب من المراكب اللي بتمر تحت كبري وهم ثلاث كباري فتخيل إن مركب شايل 200 أردب شايل 100 أردب بيدفع إرش عن كل أردب ده في مذاكرات نبار ده مش عن محمد ناصر ده كلام نبار باشا بيقولك كانت سكك الحديد من الأسكندرية والقاهرة تعبر ثلاث كباري اتنين منها على فرعي دوميات ورشيد والثالث يعبر قناة وساعة على زراع قديم للنيد يطلق عليه الآن قناة شبين كانت هذه الكباري والمعابر تفتح مرة واحدة في اليوم وتفضل مفتوحة مدة ساعة ونصف من أجل السماح للمراكب بمور وإذا كانت الريح ماتية فإن تلك المتجهة نحو القاهرة والتي تبحر دائما عكس تجاه الريح كانت تمر ولو لم تتمكن كانت تنتظر لليوم التاني وبتتحمل التأخير لكن بالتأكيد وجد اسماعيل المفتش والخدوي اسماعيل إن فتحه أغلاق الكباري يتطلب أربع موظفين في كل كبري بيكلفه الإدارة والإدارة ما تتحملش خلاص هذا فلم يتبقق على فرض حق مرور مقدار وقرش واحد عن كل أردب تحمله كل مركبة سواء خطوة واحدة فرضت البضاء على البضاء القادمة والزاهبة الأسكندرية رسوم قدرت بقرش واحد عن الأردب كمصاريف للمرور أسفر الكبري وفي سبيل ذلك كانوا يضعون العرقيل أمام الملاحة في الوقت اللي كان يجب أن توضع الصعوبات أمام الذين وضعوا هذه المصاعب أصلا لا أمام هؤلاء الذين يدفعون التمن للحصول على هذه الخدمات وكان هو المنطق بعد أن استمر الحال على هذا المنوال حتى تبين للناس أن القرش عن كل أردب حاجة كبيرة قوي ومن الأفضل لكثير من الوكلاء أنهم يعنوا له بضعب يعملوا إيه بقى عليه الناس لقيت أن قصة كبيرة أنا لو بنقل خمسين في الأردب أدفع عليه خمسين قرش كتير قوي ده زمان قوي ده 1800 وحاجة فالناس عملت إيه توقف المركب قبل الكبري حلو وينزلوا البضاعة على العربيات والعربيات دي أو المحمير دي تعدي الناحية التانية من الكبري وتنزل البضاعة في النيل تاني على مركب تاني ووقف هناك كده يبقى ما دفعناش الضريبة الخدوي اللي قاهم بيعملوا الحركة اللقيمة دي فعمل إيه بقى فرد ضرايب على كل مركب توقف قبل الكبري بكيلو أهو أنا ما اتكلمتش كان ومن الأفضل لكثير من الوكلاء ده لا لا هات اللي فاتت الله يخليك اللي فاتت الله يكرمك يا ابني اطلع اطلع الله يخليه بس ومن الأفضل بعدها كان الناحية التقيل جدا ومن الأفضل لكثير من الوكلاء نقل بضعيعهم من مركب ترسو قبل الكبري إلى أخرى توجد بعده لكن كان يجب ولصالح الحفاظ على الخلقيات حرمان الوكلاء من كل فرصة للوقوع في مثل هذه الخطيئة فصدر قرار بحسبان كل قارب يرسو على بعد كيلو متر قبل الكبري أو بعده وكأنه قد عبر ليدفع قرش ساغ المستحق عن الأردام شفت بقى حضرتك يعني وصل لمرحلة إنه يكفر مصير ده اخترع ضريبة اسمها الدخولية الدريبة دي أول ما تبقت تبقت في اسكندرية أي حد دخل اسكندرية يدفع فلوس ثم عممت في كل القطر ولما حس إن المصريين وعفى منها الأجانب كانت على المصريين بس لما حس المصريين ممكن يستغلوا أو يعني يستغلوا أعفاء الأجانب لصالحهم راح فرضها على الأجانب كمان ده اللي بيقوله الراجل نبار باشا في المذكرات بيقول بقى إنه ضريبة الدخولية لكن اعترضته صعوبة أن يكون أو يتعلق كان يجب أن يكون خاصا بالاسكندرية ولكن لم يكن المشرع واقعيا كمان هات بقى تحت الصفحة دي هتلاقي واحد ده بيقولك إيه باه؟ واحد اللي فوق ده هات تحت أخر الصفحة بيقولك فرضت على كل القطر كل البلاد لو نزلت تحت في أخر الصفحة فرضت على كل البلاد اللي داخل بلد اللي داخل بلد أهو كانت تحصل على حدود كل مدينة وبالرغم من دفعها فلم يكن الأمر يستمع الاستمرار في الدفع لنفس السلعة أي واحد داخل ببضاع اسكندرية أو القاهرة أو دومياط أو المنصورة يدفع درائب ولما نجح الدرائب اسمها الدخولية دي قال لك تبليع الأفراد بس من مشيها على السلعة يعني هي ماشي على الأفراد أي فرض مسافر من القاهرة اسكندرية على بوابط اسكندرية يدفع ضريبة أو راجع من اسكندرية للقاهرة يدفع ضريبة في القاهرة لما نجح يتقلك تبني نعملها على السلعة السلعة اللي بتخش أكل شرب وقوط نصوف مش أي حاجة أي حاجة عليها ضريبة مش أنا اللي بقول الكلام ده ده نبار باشا في نفس الكتاب مش أنا أهو ولكن كما كان يحدث دائما اطلع اطلع بقى فوق أراد استغلال فقام بفرد ضريبة على كل شيء وليس على البضاء الاستهلاكية في حزب لكن على القطن نصوف ولم يعود الأمر يخص ضريبة الدخلية وإنما أصبح رسوم جمهوريكية داخلية وعلى الرغم من هذا فلم يقل الأوروبيين شأن لأن الأوقات التي كانوا يعتقدون فيها أنهم فوق الجميع ولت حتى الأجانب طبعا كانت نتيجة السياسة الدرائب دي زي السياسة القرود كانت معروفة إفلاس مصر إفلاس المصريين ووقوعها تحت الوصاية الأوروبية اقتصاديا وبعد كده الاحتلال العسكري المباشر حضرات السادة هو نفس المنهج بالضبط نفس المنهج اللي حدته إسماعيل مفتش مصر زي شوال الده حتى لو نزلته كله اضرب عليه تنزل كمان السيسي ماشي على نفس الخطى بالضبط خطى الخديو إسماعيل حتى في استفزاز المصريين ففرد ضريبة على الجواز والطلاق والوفاة والولادة والسياحة والمسارح والسجاير ده حتى الدخولية بتاعت إسماعيل فرضها على الداخل والخارج من مصر لا ده الجديد بقى إن الخديو إسماعيل كان فرض ضرائب على اللي يدخل من بلد لبلد السيسي جوه البلد انت مش بتمشي على كباري تدفع فلوس هذه الدرائب بتاعت الدخولية يعني أبدع وتفوق وعلق على الخديو إسماعيل إسماعيل المسرف المستهتر ده اللي مصدم الشعب ضرائب الخديوي السيسي الجديد عل عليه الرجل كان فرض ضرائب الدخولية عله يدخل من محافظة لمحافظة من إقليم لإقليم السيسي قال لك لا ده جوه الإقليم نفسه تدفع أي كبري بتعدي عليه بتدفع خلا نشوف الجراف ده أنواع الضرائب في مصر وأبرز ضرائب عهد الخديوي عبد الفتاح يا ده أبو سيسي ده أنواع الضرائب في مصر ضرائب مباشرة ضرائب غير مباشرة ضرائب استحدثها السيسي ده وزارة المالية من موقع وزارة المالية خش بقى الضرائب المباشرة اللي انت بتدفعها ضرائب الدخل ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية ضرائب تكسب العمل ضرائب التصرفات العقارية الضرائب الغير مباشرة اللي يسمعها القيمة المضافة اللي بتتحط على السلع والخدمات والجمالك ضرائب يعني جمالك للسلع المستردى من الخارج دول الدرائب بقى إنوع ثالث بوش العكر ضرائب أستحدثها السيسي ضرائب على تذاكر السفر ضرائب على تذاكر القطارات ضرائب على السجاير ضرائب على الملايه وتذاكر السينما المسح ضرائب على كروت المحمول ضرائب على رسوم الزواج والطلاق والوفاة ورخص المرور ضرائب على مرور السيارات بالطرق الجديدة زيادة ضرائب القيمة المضافة على السلع خصم رسوم المرتبات العاملين لصالح سنديق كورونا والشهداء والحاجات دي زيادة دورية على القيمة المضافة لصالح سنديق القضاء والجيش والشرطة زيارة الضريب على الشوء السكنية السنة دي مستحدثة تخصن مباشرة من المواطن زي صندوق الأسرة الجديد دي ضريب على فتاح السيسي الجديدة دول يا حضرات الراجل معلي 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 على الأخ الخلو اسماعيل ده غير بقى الضريب على المستثمرين اللي تطفشهم بسبب أنواع السرقة والنهب باسم الضريب نشوف بقى الضريب دي اللي على المستثمرين اطلع يا معلم على المستثمرين قادي المستثمر اهو ضريبة الدخل 22.5% على صف الأرباح ضريبة القيمة المضافة 14% من ثمن المنتج ضريبة الدمغة على أي ورقة أو فاتورة للشركة رسمة 200-200 جنيه على كل فاتورة مساهمة تكفلية أو تكافلية 1 في الألف من قيمة المبيعات الخاص من المنبع 1% على كل فاتورة المشتريات ضريبة كسب العمل عن مرتبات الموظفين بخلاف التأمينات ضريبة توزيعات 14% على صف الأرباح الشريك مصاريف تجديد أوراق الشركة ارتفع عشرة أضعاف والممتلكات الخاصة والعقارات يا حضرات كل حاجة كل حاجة عليها ضرائب كل حاجة عليها اتوات لدرجة أنهم جمعوا اللي اتاخذ من المصريين في آخر سنين في عصر مبارك وفي العشر السنين بس اللي فاتوا اللي شفتنا فيهم وش العكر طلع أنهم لموا أكتر من ربعمية أنا همسك نفسي وأعصابي شوية جمعوا من دم المصريين أكتر من ربعمية مليار دولار تخيل جمعوا من شوال الدقيق أكتر من ربعمية مليار دولار وأفقار المصريين نرجع لخبر كم في 2021 كم جمعت الحكومة من ست درائب يتفع على المصريين في آخر 15 سنة اهو أنا مش أنا اللي بقول دي الاند بندن بتقول كم جمعت الحكومة من ست درائب يتفع على المصريين في 15 عام خالد المنشاوي مش أنا اللي بقول دي الاند بندن العربية اطلع بقى ربعمية واحد مليار دولار تخيل ربعمية واحد مليار دولار في آخر 15 سنة خلينا نشوف الجراف اللي جاي ده الضرائب اللي في آخر 15 سنة الأخيرة ناخد الجراف ده كده ونطلع بالضرائب دي حضرات اهو كيف تطورت عائدات الضرائب في مصر خلال 15 سنة في سنة 2005 2010 2015 2020 تحت شو بقى في 2005 فضل التصعد تصعد لحد ما وصلنا لعشرين سنة عشرين آخر حاجة رقم عندنا سنة عشرين اهو حوالي 54 مليار دولار تخيل او 61 مليار دولار 61 مليار دولار ولغاية قبريل اللي فات طلع وزير المالية يقولك ان 70% 70% من الناتج القومي اللي داخل مصر جاي من الضرائب 70% ادي وزير المالية بيقول اهو في الفيتو الدرائب تمثل 70% من الموازنة والدين سيبك من الدين 70% يعني لو مصر بتدخل 100 مليار دولار مثلا مثلا انا بدرب مثل 70 مليار منهم جاي من درائب المصريين ومن دموهم ومن قوتهم المشكلة ان كل الدرائب دي ومحدش من مصريين شاف غير الغلا والتقشف فواتيل بيحاسب عليها مش بتاعته شعب مصري ماله من اللي حصل زي ما نقرأ كده في الجراف اللي جاي عن مغامرات السيسي اللي دفع تمانها الشعب اتوات درائب ديون في 20-22 نشوف الجراف كده يا حضرات شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة خدوي جديد بالزبط الخلاصة يا حضرات ان احنا ماشيين على دستور اسماعيل المفتش اخو الخدوي في الرضاعة اللي مقصر مصريين إن الشعب المصري أو مصر أبر عن شوال دقيق حتى إذا فرغ أغبط عليه يمكن بيضربه إنه ينزل مزيد الخلاصة يا حضرات ده القانون إحنا ماشيين على سلوك نفس الراجل ده الخديو اسماعيل فقر ضرائب يبني قصور رئاسية يفقر الشعب يفلسوا لا مش بالديون بس بالديون وبالضرائب بالفساد بالسرقة بالنهب وما فيش خدمات المصريين ولا أي حاجة لكن مشاريع ليه هو زي ما الخديوي عمل كده بالظبط مشاريع وقصور وأراضي هل أنت تعلم إن الخديوي اسماعيل كان يملك مليون ومئتين ألف الدان ربما الرقم ده خلي الصورة دي ربما الرقم ده لازم تقيسوا بحاجة عشان تعرف فداحة الرقم خديوي اسماعيل كان يملك مليون ومئتين ألف فدان بتوعوا ما قالهمش درائب بيشغل الناس فيهم بالصخرة تعرف المساحة المزروعة كم؟ أربع مليون يعني مصر أنا مش أنا اللي بقول ده نبار باشا اللي بيقول والله كان الأرض المزروعة في مصر أربع مليون فدان الخديوي كان يملك منهم مليون ومئتين ألف فدان وبنى بقى الأسور زي أصر عبدين وغيره وبنى مصرح في الأسبكية تكلف خمستاشر مليون نفس القصة بالزبط الراجل ده عيش فيها نفس الفيلم طائرة رئاسية أصور فضيعة جدا عاصمة إدارية للنغبة بتاعته أو زي ما عبر عنها الممثل محمد فرحاط المشهور بالدكتور شديد في مقطع جميل بيصور حاكم لمصر بيطالب المصريين بالضرائب لدرجة أن وزير مليته بيقوله الشعب بيكحه طراب